مرحبا متابعينا نرحب فيكم بالحلقة رقم 25 من داخل القفص أنا اسمي شاكر ومعانا عمر كمان للي بسمعنا أول مرة اسلخوا سبسكرايب سريع عشان تسيروا وتعرفوا آخر أخبار عالم الأممي وبالأخص الـ UFC عمر كيف حالك ومبروك اللوكيشن الجديد حبيبي شاكر الله يبارك فيك بسجل ببيت أخوي اليوم لأنه الصغار بالبيت مش رح يخلوني أعرف أسجلي اليوم بس آه إن شاء الله يكون أعجبكم الـ background عبيض فيش في إشي المرة جاي منحط من دوكرو شوي منحط posters وشغلات لها علاقة بالfighting ما بنخاف عليك ما بنخاف عليك عمر بتعرف مين بنخاف عليه أنا هلأ بدي أبلش الحلقة اليوم بالعكس خلني أحكي ما بدي أحكي عن الفويتس لأنه أصلا الليلة كانت مش بزيادة ننبلش بخبر فرش هلأ إحنا وصلنا اللي هو كونر مكريغر كسر منخار دي جي إيطالي هلأ بإيطاليا ويعني قرأنا أنا وياك قبل شوي اللي حكاها هذا الدي جي بيقول لك يا زلمي عادي إحنا صلنا ساعتين منحكي مع الزلمي وما في إشي فجأة قلنا له يلا نروح حفلة ولا إشي تاني قلع هداك وضرب وين يا زلمي كونر مكريغر خارج عن السيطرة هذا الزلمي يعني كون مرة نسمع عن لي قصة يعني أنا هاي ها بجوز أفهمها أكتر من مما فقع زلمي اختيار بوكس بكانوا ببار زلمي اختيار عمره 70-80 سنة طقعه نوك آوت كان ممكن يموته شفنا المشكلة اللي صارت بينه بين ماشين جون كالي كمان بواحدة من الأوردز اللي كانت كان ماشين جون كالي مع صاحبته أو مرته ميغل فوكس ايجا انا عجبلي باي the way ماشين جون كالي ايجا مكريغر بدو يتصور معاهم فطقعوا له انه انت مين يعني واظن مكريغر كان لازم حدا يحطه بمكانه فنجن على ماشين جون كالي وصار بدو يضربه ورمع عليه المشروب اللي بايده مصروع يعني مصروع بس أنا برأي ممكن تكون زي ما بقوله call call out for attention يعني الزلمي صار بدو يستدرج attention واهتمام الناس كونه بالنسبة لي بال UFC أو بال lightweight division خلاص عيد مكريغر يعني ما بديو ما عندو اشي يعطيه بس زلمي من البطل الابطال العالمي بال lightweight هلا عم نحكي صار رقم 9 أوكي فبدو شوية اهتمام بس هلا قرأنا الخبر دي جي تلياني ايطالي عم بيحكوا مع بعض مر واحد يفقع بوكس كسلو منخارو خلاص يعني أنا برأي مكريغر طلعت ريحته شاكر وللأسف لسه عم بنشهر عم بيعمل مصاري ثروته عم بتزيد عرف عرف يشتغل بالموضوع يعني بالسوشال ميديا وبالدعايات عم بيزوي مصاري الزلم بس مش عارف شو قصته هو ظن لك عشان شهرته تعدت عالم الامامي خلاص سلكت اموره وبطل يحتاج اصلا عالم الامامي فأنا معاك يعني بأيدك لما تحكي انه خلاص ما فيه له مستقبل خصوصا بالليتويت ديفيجين يعني نحرك كرته للزلمة وعم بنشوف هاي المشاكل اللي عم بتصير معاهم خارج القفص عم بتأثر على حياتهم كاملة زي عنا حبيب القلب جون جونز يعني هذا لسه لسه قصته قصة يعني هذا ما ببلاش بالناس والشارع ببلاش بعيلته قاعد وشفنا كيف الكوتش تاعه هلأ كحشوا من الجن حكاله انت فش ترجع غير لما توقف كل حركاتك يعني جون جونز أوسخ اشي ممكن يعملوا اي واحد انه يمد ايده على شخص اضعف منه تحديدا امرأة جون جونز قضية عنف منزلي ضارب مرته او صاحبته ايه مرته واذيها وما تيدو عليها يعني من علامات الجبن انك زلبي بهالحجم بهالقوة تستضعف امرأة وتضربها انا برأيي اللي صار فيه قليل رأي رجع على الجيم تابعه مدربه وحركة حلوة من مدربه قال القطع بره انت غير مرحب فيك بهذا الجيم انت بتميد ايدك عبنات انقلع بره وجون جونز تفهم بس مكان جون جونز الصحيح لازم يكون بالسجن يعني واحد بهاي القوة البدنية والفيزيك تبعته والمهارة اللي عنده مع تأثير المخدرات او الكحول عليه اذا قطع الخط الاحمر انه يمد ايده على بنت او على واحد ضعيف بالشارع ممكن يقتله يعني هو خلص قطع القطع الخط الاحمر انه يمد اليد طب شو بمنعه ما يقتل حدا ويقزي حدا يعمل له عاها مستديمة انا برأي جون جونز زازم اول اشي يعني يصير عليه لايف بان ممنوع يلعب بالي ام سي بغض النظر من يحب نشوفه بيلعب ولا لا بس زازم هدول الناس يتربوا وبيسكلي اه ودينا وايت خلص يبطل الطفل المدلل تابعه جون جونز من لما كان يطلع عليه بالفحوصات يطلع عليه فحوصات لفل عالي من المنشطات اللي كان ياخدها دائما بيلقوله مهرب مرة متعاطي كوكاين وداعس وحده وهارب مرة مدخن حشيش وحده حامل مدخن حشيش وقفوه شرطة لقوا كل اوعي هيك زي فتات من الحشيش وريحته طالعوا يعني الزلمة خارج عن القانون وبصراحة بلد امريكا يعني زي هي بلد قانون ما بصير هذا ان كان مشهور ولا لاعب معروف ما بصير يظل يمشي بين الناس انا شافه خطر عن الناس ومزعج ما ننسى ايام مشاكله مع دانيل كورمي دي سي كان يهددوا بالقتل دي سي وقدام الناس وهيك بس يهددوا بالقتل تعرف ايش اكتر اشي دايقني بالموضوع عمر انه بنته اللي رنت على الشرطة بنته الصغيرة فهذا كمان اشي اسوأ واسوأ ونطح سيارة الشرطة كمان وهلا قبل يومين كمان في بنت عاملة كومنت على واحدة من صوره او اشي هيك جاوبها على الكومنت بطريقة شوي حضرية بعدين بعتلها مسج لحالة جنب واحدة من الفانز يعني بعتلها انه انت اصلا شكلك زي الساحرة وبلش سبسب عليها وهيك وطبعا هي اخذت سكرينشوته وفضحته فيعني مسلوبه صير خبير بالحياة بشكل عام دينا وايت ما اظن يتخلى عنه ويعني زي ما عمل مع لوي سبانيا الاسبوع الماضي كحشوه عشان نفس القصة بس لوي سبانيا يعني ما بيبيعش خمس تيكتات بالسنة فما عندهم معنز انه يخسروا اهلوا اهلوا ما بيجوا بحضروا لوي سبانيا جد جد هو الفري تيكتش عارفو ايني وزعهم أصلا بزاهق بزاهق يعني استعد احضر عبرات بالياردو ولا احضر الزب فعلى اموم شلة الهمل هاي بناش نحكي عنهم كتير بنا نحكي عن كمان اشي حلو صار بعالم الـ MMA شفنا تدخل أكبر لمازفيدال وبيج فانزانت بعالم المصارع المحترفة بسموها يعني مازفيدال زي ما كنا عم نحكي قبل شوي مع المخرج صار في عنده حركة signature move الـ WWE اللي هي الفلاينج ني فلاينج ني بعت قصته مع برن أسكرين يعني هاي الفلاينج ني صارت مش بس signature move إله بكل محل يعني خلص حتى براند إله يعني صارت هاي يعني اسما عم نشوف كتير من الأثليت حكينا فيها أنا وانت شاكر قبل من الـ UFC بروها البوكسنج يعملوا شوية مصاري هلا عم نشوفهم بالـ Professional Wrestling بيج فانزانت هورهي مازفيدال وطبعا العمل الدبيوت تابعه جونيور دوسانوس رهيب يا ذلك رهيب جونيور جونيور مش معقول سيغانو فدوسانتوس راح على المصارع المحترفة والكورنر تابعه وقع بطاولة بعدين كسروا فيه طاولة رهيب يا ذلك حبيت تمثيله أنا وحش والتيم تابعه طبعا الأمريكان توب تيم بالكورنر تابعه كان كمان هاي شيخ لي حلوة ومش حلوة يعني حلوة انك عم بتشوفهم عم بروحوا بدوروا على مصادر دخل تاني طبعا بيج فانزانت حبيب تقلبك شاكر عندها ألف مصدر دخل أكبر مصدر دخل إليها حاليا أونلي فانز الله يبعدنا على لا حتى مو أونلي فانز هي عملت عملت ويبسايت لحال إليها اسمه أونلي فانزانت لاحظوا اللعب يا وين والله أخي يا شاكر أنا ما بتابع هاي الأمور يعني تعدر مني فيها شاكر أونلي فانزانت كله برجع بصب على أنه اليو افسي ما عم تدفع للفايترية بما فيه الكفاية واللي بيجيبنا على الخبر المحزن اللي يعني خزية عار عار فرانسيس انغانو اللي هو البطل الحالي للوزن الثقيل هافي ويت اضطر يشحد من الناس مصاري ويدين فلوس عشان يقدر يحضر للمخي أو يدفع ثمن المخيم التدريبي لمباراته القادمة مع سيريل جان تخيل هذا الهافي ويت شامبين يعني طموح أي فايتر بالعالم يكون معه اللقب فرانسيس انغانو بيشحد فلوس يقدر يدفع حق الكامب اللي بده يلعب ضد سيريل جان فيه طبعا ايش الفكرة عادة اللي بسمعنا الأبطال أو أي واحد فايتر بده يدرب لفايت في عنده بسموه مخيم أو كامب يعني بده يدفع للمدرب الملاكمة مدرب المصارعة الهيد كوتش تبعه مدرب الفيزيك تبعه والكونديشنينج والسترينكث والقوة واللياقة بده يدفع لكل هدول بده يدفع للمانيجر تبعه بدفع لهم أتعاب معينة وطبعا لما يفوز الفايت أو يقبض مصاري فاز أو خسر لهم نسبة بس لازم يدفع لهم مصاري يدفع للنادي اللي عم بيتدرب فيه يدفع للنيوترشن تبعته يعني واحد زي فرانسيس انغانو هذا باليوم باليوم من غير مبالغة شاكر هذا بيأكله باليوم بـ 300 دولار إذا بده يأكل مظبوط بين أكل وبين مكملات غذائية بين فيتامينز وبين 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 فيعني تعب تحكي لك بده 10,000 دولار بالشهر بس أكل بالذاتة حجمه فهذا الزنمي يعني لعب بخلال سنتين يعني خلني نحكي بال2019 بال2019 فايتين واحدة مع كين فيلاسكز واحدة مع دوس سانتوس وبال2020 لعب مع جارزينيو روزنستراك وبال2021 مع ستيبا ميوتتش وأخذ التايتل معهوش مصاري يا زلمي يتدرب فهذا بيصب على مرة تانية الطخ اللي عم بيصير على اليو أفسي وعادينا وايت إنه ما عم بدفع الفايترية زيادة وأنا سمعت وفي كتير فيترز they are tweeting عموضوع في منظمة كتير كبيرة ما بعرف شو اسمها World Fighting League WFL هاي عم توعد الفايترية بمصاري أكتر فلوس أكتر يعني شكل تقاعد تقاعد بالضبط تأمين صحي كل شيء تأمين يعني ع سبيل مثال Diego Sanchez اللي هلا بشكه إنه معاه CTE أوكي معاه مرض بالراس من كتر الضرب ما فيه تأمين ما بتعرف بدون شك أظن إنه عنده CTE آه بس التأمين مش متعرف عليه تقاعد ما متعرف عليه شوية مصاري صار صار رفع حاله فواتير طبية وعلاجية فحرام اللي عم بيصير بالذات موحد زي فرانسيس إنقانو ينحط بهيك موقف بس عمر أنا كمان فيه شغلة لهلأ هيك هم تلعب براسي قاعدة لما دينا وايت هديك اليوم ببرس كونفرنس معين سألوه عن هاد الموضوع وكان مجهز حاله بطريقة خرافية جايب معاه الملف وفيه الوراق وبلش يوزع على كل الصحافة وعطاهم معلومات يعني سكتتهم كلهم مبدئيا هلأ اللي انت حكيته عن توئيت الفايتس تبع فرانسيس إنقانو يمكن هون فرقت معاه لأنه لما تعمل فايت بكل سنة أو فايتات قليلة بالسنة انت ما عم بتجمع مصاري وفرانسيس إنقانو لسه راح هو صرف على كل الكاميرون نزل بنالهم مدارس وهذا ووجبات عائلية ففعليا آه بيكون اطمصرف كتير وعشان هيك ماك الخزوق هلأ يعني بس ستل البوينت انه الفايترز are underpaid شفتما دينا وايت صار يحكي هيك ونحنا شركة ووصلنا الشركة لهذا المستوى لأنه نحنا بنعرف شو عم نعمل بس بالنهاية مين مرة بعتلي فيديو على ال I think كانت NBA أو NFL 50-50 يعني انت شريك زب هم شركة معاك whatever they make you split المصاري نص بنص بدعموك كتير أحسن لما هون الفايتر بتعرف الفايتر اللي جيبته غير ما يوزع على جماعته ويدفع على هذا بتطع عامل 20% و30% مش أكتر على أموم يا سيدي فايتر تاني شكلها مقطوعة مصاري وإذا تستغل موقفها أكيد في كتير من متابعين شافوا دعاية لموفي جديد رح ينزل فيلم بتمثل فيه هالي بيري اسمه بروزد رح ينزل به آخر شهر 11 على ما أعتقد الفيلم هاد اتدربت فيه هالي بيري مع ناس معروفين بالUFC زي براين أورتيغا كمان بتمثل فيه فالنتينا شيفشنكو ولما كانت بدها تدرب هالي بيري لهذا الفيلم طلبت من كات زينغانو إنها تساعدها بس اللي صار إنه كات زينغانو كان عندها فايت لغت هاي الفايت عشان تروح تدرب هالي بيري وبالأخير هالي بيري عطتها عطتها خزوق وحكت لها إنه ما بده إياها أني مور ونققت حدا تاني شكله فهلأ كات زينغانو عم ترفع قضية على هالي بيري إنها هي ضيعت عليها فايت كان ممكن إنها تربح فيها مصاري منيح فكمان هاي واحدة من القصص يمكن قليل إنها تصير تاريخ اليو أف سي إن حدا مقاتل يرفع قضية عم ممثل شو بده يطع بيده عطوا ضرر يعني بده تعطيها ديش راح لك 20 ألف ضرر تروح بتاخدها من المكتب عرفين وآخر خبر لأنه اليوم عمر كان الجراند بري سامي فاينل تبع بلاتور شفنا كوري أندرسن لعب مع راين بيدر وشفنا فاديم نيمكوف لعب مع يوليوس أنجليكاس مبدعيا راين بيدر يخسر ب30 ثانية على لايت هافي ويت هذا المنظر يعني غريب كان بالنسبة لي وكوري أندرسن هاي ثالث فايت إله يعني ببلاتور ومسفح الزلم يعني داعس ومش شايف قدامه يمكن هون بيبين فرق جد خبرته باليو أف سي مع مقاتلين تانين بس شفت يا زلمي ب30 ثانية مش معاون النوكاوت مش معاون راين بيدر موستايل ورسلر وقوي وريد اشتبعه طويل وهذا بس أتوقع مدي شعور ضربة حز هوك يمين اجه على الراس من وراء شاكر وعالسريع نزل راين بيدر هو ليس نوكت اوت كان نوكت داون نزل ضربة قوية طبعا كوري أندرسن ما رحمه نزل عليه بوب 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 خلصها قرادة حاله حلوة الفايت كانت بس ايدين بفرجي قديش ايدين كوري أندرسن فش فيهم مزح يعني حف وحف نزلوا مية بالمية وعندك هلا فديم نمكوف كمان فاز على يوليس باي كيمورا اخدوا كيمورا وبتأهل للفاينل هيك بيصير الفاينل لعنا باللايت هافيويت جراند بري هو كوري أندرسن مع فديم نمكوف فديم نمكوف هو حاليا كمان البطل فهاي هاي رح تكون تسفيح يعني على العموم هاي كانت اخبارنا لليوم هلا للأسف بدنا نفوت على الفايت نايت اللي يعني ما بعرف أمر انا ما حسيتها ولابد كتير كانت شفنا فيها هيك أكمل لقطة هون وهون بس ما عجبني كتير الكارد يعني مملكا صراحة لأ الله ممل لأ الله ممل يعني المين أول إشي احترامي لهدول الفايترية للفاذر ويت آس بن لاد ونورما دومونت يكونوا هم المين فايت على الكارد بورنغ بصراحة مملة كتير كان خمس جولات مملة إشي وحيد حبيته بالملل اللي شفته نورما دومونت ربحة الفايت يعني بسبب الجاب اليسار تبعها مية بالمية يعني بتفرجيك الملاكة مع أصولها قديش الجاب مهم وأنا بحبها دول الفايترية اللي بيعطوا دروس لما يفوز بطريقة معين الناس ناسينها زي الكافكيك ضربة الرجل من تحت اللي بلاش أشوفها بال2021 كل حدا عم بيعتمدها شغلات صغيرة بتروحها بالل المقاتلين والمدربين هنا بس ضلت تشغل الجاب تبعها والجاب تبعها هي اللي نخلت وجهها وآسبنلاد برولر بتحب تفوت وهذا نورما دومون تلعبتها صح جاب جسمها كلافف يعني جسمها مش بالعرض جسمها بس بتشوف كتفها مسكر الزاوية وبس كل ما بدأت تفوت آسبنلاد جاب 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 هذا الاشي الوحيد اللي حبيته وكمية الجاب زي الفاوزتها الفايت فازت يعني ددت جوب عمل الشغل واللي هو الجاب بس الفايت كانت مملة كتير مملة مزمزت عليها دومونت فعليا يعني خمس راوندات أسبنلاد اللي أوكي خليني أحكي عن أسبنلاد شوي أسبنلاد صلها سنتين مش لعبة طلعت بال2019 من آخر فايت إلها مصابة عندها ACL و MCL وغابتها لغياب لطويل الUFC كتير كانوا متحمسين عليها بالنسبة لهم هاي ستار جديد جاي وخصوصا على الوزن هاد فبدهم حدا ينافس أماندا نونز ف والستايل تاعها رسلين جراوند ان باوند على الواقف يعني ما عندها كتير كان عندها تيك داون حلو كتير كمان آه عملت ريفرسل حلوة كمان بس ما كانوا متوقعين إنه ترجع أسبنلاد تكون هالأدخل فعليا يعني قضتها 5 راونز وهي بس وليك تحرك يعملي لك شغلة المدرب بتاعها يزال بدو يبوس كمان شوية إنه مشانا الله أضرب يا عمي يعملي لك شغلة ف بس الراوند الرابع مش الأخير الراوند الرابع آسبنلاد بدعت بتوقع كانت هي فايزة الراوند هذا بس نورما دومون طقعتها تيك داون أخطت يعني أخطت طبعا اليونانمس بتطلع بديش أدخل فيهم راوندو براوندو نورما دومونت عندها توتل سترايكس 113 ضربة من أصل 201 آسبنلاد 86 ضربة من أصل 166 الضربات المؤثرين نورما دومونت عندها ضعف بالزبط الضعف عندها 65 ضربة مؤثرة من 149 آسبنلاد عندها 33 ضربة مؤثرة من 110 ففارق فارق واضح لأله بالمستوى كان ولكنها بورنج الفايت بس نورما دومونت فرجت سيطرة على آسبنلاد بيك تايم طب شو رأيك بالبهدلات اللي صارت من المدرب تاها يعني في كتير ناس هلأ أونلاين عم بيحكوا انه كتير زادها عليها وهو طلع كمان اعتذر انه أنا بلكي زدتها شوي وهيك محروق دمه يعني محروق دمه اه انت مدرب بيجهزك وبعملك وبسوي والمدرب دايما شاكر ليش أكتر راه بنحرك دمه بيكون شايف الفايتر تبعه أداؤه بالجيم أو بالسبارينج عارف شو عندها عارف عارف شو عندها فلما يشوفها بالفايت التوتر أو الأعصاب ما بيخليها تطلع القدرات الحقيقية اللي عندها بنجلط وبالإضافة إنه في موضوع مادي وراها لأنه انت المدرب إلك نسبة من الغلة اللي بتاخدها آخر الفايت خسرت نزت نسبة المدرب فوزت طلعت نسبة المدرب في مدربين ما بيأخدوا مصاري بيقولك بس تفوز باخد نسبتي فبيحط كل إشي كل دمه وقلبه فيها لا يفوزها بتروح بتخبص تخبيص أبدو ينجني يعني أنا ومني بشلع شعرها ما لعبت مزبوطة أسبنلاد ما مش مزبوطة لا لا خبصت تخبيص يعني بالمرة مو أسبنلاد اللي متعودين عليها أنت قلت يمكن بآخر راوند شوي رجعنا شفنا من هذه الحكي بس الرابع خسرت كل الفايت لتعن شرفها البنت يعني خلص حرام ألفاظك اليوم يا شاكر ألفاظك تعباني أنا بس أحكي لللي عم بيسمعونا أنا تركت شاكر الحلقة الماضية كنت بسعودية رحت تعالسعودية فما قدرت أسجل المخرج العظيم تبعنا علي ياسين سجل محلي ويريت ما تتعود على الكرسي تبعي علي إذا سامعنا بس بهالأسبوع اللي تركت تركت شاكر لسانه صار طويل بدنا نقصه اللي بده نقص لسان شاكر وحط لي كومنت ولايك تحت وإن شاء الله من نقصه لحلقة جاي آه خمر آه بدي مين يربطني أنا خلاص بدك نربط على الأموم طيب اللي بعد اسمع الليلة ماشي إنها الليلة مش تاريخية بس ليلة مليئة بالتاريخ من وراء شخصين أندري أولوفسكي وجيم ميلر جيم ميلر لعطي معلومة سريعة قبل ما نكمل حكي أندري أولوفسكي وجيم ميلر بيناتهم في 73 فايت أكتر من التوتل تبع كل الفايترز لعبائي الكورد تخيل يعني مع بعض شفنا من أندري أولوفسكي ستايل يعني كمان الناس مش متعودين عليه كتير حاسبها تكنيكل كذا رايق وأظن عمره ما بسمح له أنه يكون هالقد انفجاري زي زمان لعبها صح أنا ما شفت يعني ماشي الفايت كانت بطيئة شوي مني وعلي كان عطيتها فايت اف دي نايت على باقي الفايت السيئة هاي كارلوس فليب بي كانوا كتير متوقعين منه اشي كبير الـ UFC كان عنده خسارة وحدة عنده نوكاوت باور مجنون بيفوت باستايل تاعه أبو كرش هيك فللأسف للأسف انه ما قدر يفوز وأندري أرلوفسكي اللي قدر يسيطر أندري أرلوفسكي كان من الناس اللي خلوني أنا أدخل بهذه الرياضة بتبول من زمان من زمان من زمان كنت أموت عليه أشهر فايتر بتاريخ الـ MMA أندري أرلوفسكي يعني مجنون مجنون الزلمة بس خطير أنا برأيي كبر متذكر له فايتس يعني تاريخية بالـ 2008 مع روي نيلسن إذا متذكر قبلها بين رثول لما بلش يمزع هاي الناس بالـ 2007 تم سيلفيا خز تم سيلفيا فابريسيو فردوم إذا متذكر بس له خسارة إذا متذكر بيدرو هيزو بيدرو هيزو ملك الجوجيسو بالعالم يعني بيدرو هيزو من أساطر التعيب للجوجيسو هذا لعب مع أندري أرلوفسكي وفاز كانت I think 2002 بس هاي واحدة من اللحظات اللي خلتني كتير أحب الجوجيسو بالأباعد شوية عن السترايكي بس أندري أرلوفسكي زلم يعني إيش تأحكي لك أعلم من أعلام اليو أف سي الفايت اللي أنا كانت منسبة إلي خيالية هو فدور طبعا خسر فيها بس بس تحكي إذن مرة بكس وجه بس كانت برندن شو كمان وانتونيو سيلفا متذكروا انتونيو سيلفا الجايد إذن الزلمة ترافيس براون فرانك مير 2015 الزلمة أسطورة هلأ نحكي بالفايت هاي الفايت اللي صارت ما بدأ قولك كان حذر ما بدأ قولك كان حذر بس ما أطلق إيدي بالقوة والشراص اللي هي وهو معروف فيها لعب أعطى الفايت بس على قد إنه يفوز أوكي مع إنه الراوند الثالث أنا بتحداك الراوند الثالث كان كان عم بيودع آه خلص كان عم بيودع وبتطلع على الستاتس بشكل عام كتير قريب الفايت يعني الراوند الأول الراوند الأول ما حدا بيناقش باندري أروفسكي الراوند الثاني كان في اه والراوند الثالث كان في يعني قريبة بس أنا بعطيها لأندري أروفسكي ف لعب على القد اللي المجهود اللي يعطي الفوز ما فلت إيدي زيما بنعرفه كبير بالعمر هلأ أندري أروفسكي قديش صار عمره شاكر يعني نحن عم نحكي 42 42 اه يعني لو أدري أروفسكي أيام عزه بالألفين والألفين واثنين بالعشرينات كان اشي تاني بس 22 و40 لسه عنده هذا الأداء يعطيه ألف عافية ولسه عنده شاكر لسه عنده نفس الستايل اللي مش مش أنه جاب 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 كروس هوك لخمي دخل عليه جاب كومبوس جاب يمين لف رايت فوق يمين شمال مش فارقة معه خزق وجهه حلو عمليح عشوائي عشوائي اه بعدين عندك أندري أروفسكي 42 سنة بلش 1999 1999 هذا الفايت رقم 36 له بالUFC بالUFC أكبر عدد فايت ل هفي أو يعني بالUFC للهفيويت واللي بعده عنده 27 فايت ففيه عشر فايتات فرق يعني أصلا هالأد قديم أندري أروفسكي رائع كان أنا صراحة يعني شفته ممتاز وإذا بيصمد هيك أتليست برجع ممكن يفوت الرانكينج شوي شوي بما أنه يعني وضعه سيء هلأ عمر بدنا نحكي عن الفايت اللي قبلها كانت كمان لواحد تاريخ كتير كبير بالUFC جيم ميلر كسر الرقم القياسي تبع كاوبوي سيرون أكتر فايتر عنده فايتس بالUFC 38 فايت فجيم ميلر كمان قديم 13 سنة صر له بالUFC هاي كانت الفايت رقم 37 38 سوري وبكل حياته كل هاي الكرير تاته عمر ما يعني ما عمره زاد الوزن تاعه أو نقص يعني دايما بيجيب وزنه وما عمره هي مستويت فا بفرجيك أدي كمان عنده كميتمنت و رهيب الزلمة انت شفت النوكاوت اللي طعماها لغونزاليس مش نوكاوت مش نوكاوت اسمع شيريس بلشت الفايت زي ما بدنا جيم ميلر فرجانا شوية عشوائية هيك أولها مش عشوائية شراسة واشي رهيب أول أول الراوند خزق وجه لغونزاليس ما في ما اختلفنا الراوند التاني غونزاليس دخل بي زي فرونت كيك ومنزل إيدي جيم ميلر ما فكر بس طلع كروس يمين أطرم على فكه نزلوا لايتس آوت جود نايت وبالمقابلة حكا حكا أنا حضرت كل فايتات إيران جونزاليس عنده شغلي كل ما بدخل بفرونت كيك بنزل إيدي فلما دخل علي بيركلي أماميا عارف أنه حينزل إيدي طلع شاكر اليمين قبل بنزل إيدي طعج وهو عم بنزل إيدي أكا اليمين شوف قديش دارس خصمه صراحة هنا بيجي عامل الخبرة جيم ميلر بفرجيك الإكسپيريينس لفايتر مخضرم قديش بتفرق على واحد مش مخضرم طاقعوا نوك آوت ما بيفهم طعج وطعج زي ما بنحكي دايما الفايت هاي كان فيها أكبر فرق بين أعداد الفايت بالـ UFC بتاريخ اليو أف سي يعني جيم ميلر عنده كل هاي الفايت وشو اسمه الشاب التاني المحروز لا انسى أندريا أرلوسكي لا عم بحكي الفرق بين جيم ميلر وأريك يعني أريك إله أول فايت هداك إله أبصر أكمن فايت فجد موضوع الخبرة كان كان إله فرق هون الجيم ميلر الركر تابه 14-6 انسى بالـ UFC البروفيشنال الركر تابه عنده 20 فايت جيم ميلر عنده 49 مع هاي مش عادي يعني أول مستلت أضعاف الخبرة اللي عندها هداك قديم فرجيك عام الخبرة حضر وفهم إنه بقول لك هذا كل ما بدخل الراكلة أمامية بنزل إيدي غونزالس استنى الراكلة أمامية سحبها هوب كروس يمين نيم وخلص الفايت وبهذا العمر كمان الكارديو تبع أولاقته ما بتكون بتساعده زي ما بده اللي ملعب مع شاب صغير فداماً بيكون استراتيجيزنج استراتيجية يخلص الفايت ما يسحب معاه ثلاث جولات وخمس جولات فهون بيشتغل الخبرة والزكة والستراتيجي إنه يخلص الفايت على السريع لأنه ما عارف حاله أنا بالجولة التالتة أو الخامسة بجوز أكربج مئة والمئة أكربج حلو يا هاي على الجولة التالتة كمان في شاب مبارح بدع اللي هو نيت لاندور فاز الفايت تعته بأناكوندا تشوك على لودوفيد كلاين لودوفيد كلاين مع إنه كان الحكي عليه إنه ناوي يسفح لاندور بدع أنا يعني هاي كمان بعطيها صراحة performance of the night fight of the night كانت مسلية يعني وشفنا من الشباب ضرب وكمبوز حلوة ما بنحكي كتير عليها بس يمكن التشوك اللي كانت حلوة بالآخر هاي عمر اسمع التشوك بصراحة حلوة لأنه هداك قاعد على قاعد على قفاءة الزلمة وانا قليلا أشوف أنا كوندا تشوك تركبني هناك عادة بحاول يروح لها قليتين هاد قدمع دي طوال مسك راسه له هداك هداك قال له أنا مرتاح كيف فوت التشوك ما بعرف سحبه وخلصه صفت زي أنا كوندا على دارس تشوك حلو الفايت سب مشين مرتب والفايت الأخيرة اللي بدنا نحكي عنها عمر هلأ قبل ما نحكي عنها هو فيه كان فيه فايت حلوين عندك أرياني كرنلوسي هاي عملت تشوك بروند ثري دانا بتقيرل هدا جاب كمان نوكاوت من أول راوند منغولي هو من منغوليا أو مش يعني بعرفش إذا مصطلح منغولي هو من منغوليا يعني وفيه كمان عنا آخر فايت هي اللي بدنا نحكي عنها برونو سيلفا عمل يعني عودة يعني أنقذ حاله بهاي الليلة عمر واللي شفناه من برونو سيلفا عمر أنه عمل كومباك بعد ما كان سانشيز مسيطرة عليها تقريبا 3-4 الفايت تحكي عن 8 دقايق وهو هداك ground control مع أنه برونو سيلفا عنده صار عنده بلاك بلت هلأ فيه شغلة أنا هون بدي أحكي عنها قبل ما نخلص الحلقة عمر برونو سيلفا أخذ البلاك بلت تاعه بس خلصت هاي الفايت برونو سيلفا الراكر تاعه كامل فيه 18 نوكاوت ماشي ما فيه ولا سبميشن طيب الخسارات تاعونه ستة خمسة منهم باي سبميشن أنا مو فاهم مين المدرب العبقري اللي رح يعطي المقاتل تاعه بلاك بلت بعد كل هاي القصص وبعد فايت صار له 8 دقايق مرمي على الأرض مو قادر يتحرك كون واعد كون واعد اذا بتفوز اذا بتفوز بأعطيك البلاك بلت بدي عمله موتيفيشن بيكون قال جو برونو سيلفا بدي بلاك بلت بحيات دينك والله انا مش عارف اركز يا كوتش بكون جد ترجعه وعمل حاله مصدوم بس أخذ عرفت بخزي بس يعني أمام ايه فايتر عمل اللي عليه ولا عمره فاز باي سبميشن يا زلمي ولا عمره فاز باي سبميشن هاد ما بعط يعني مش عارف خلص ما بعطي حزام جلد هاد يا زلمي هلأ بدنا نحكي عن الفايت تاعة الأسبوع الجاي في عندك اتنين زي زي الثور الأهوج كل واحد فيهم انا مستغرب لهلأ ما دقوا بعض على سوشال ميديا لهلأ ما عم بيصير فيه دراما بيناتهم التنين اتتزوعوا من إزرائيل أدسانيا أدسانيا شوف الكارد الأسبوع الجاي بتحس اليو أف سي محاولين يحلوه عرفت بس يعني هو زي باقي كاردز يعني شفناهم آخر أسبوعين كاردز مملة هاد الكارد تحطين لك عليه مارفن فيتوري وباولو كوستغ عشان يعني هيك يبين شي شوي أجدد آه الكارد بيخزي عفو بيخزي بالبريلمز رح يلعب حكينا عنه من أول هو صديقي جريجري رودريغز هذا من أبطال عالم بالجيجيزو اللي أنا كنت أحكي لك عنه رح يكون دانكست جاكاري رح يلعب مع بارك جون يونج بالبريلمز هتكون آخر فيت بالبريلمز كل حدا يحضره هذا الزنمي دائما مخبين المفاجآت بنيت جسمه بشكله مهراته مو عادي الزنمي مش عادي فهذا هذا لازم أحضره ومين كمان هلأ باولو كوستا وفيتوري ها رح تكون تفجير التنين زبالة الدسانية بديش حكي زبالة حرام قز التنين ضحايا ضحايا مخلفات آدي ثانية بس باولو كوستا أنا لسه بدأ أعطيه زيما بقوله benefit of the doubt يعني حسني الظن إنه الفايت تبعته أنا كنت أحكي هذا رح يفجر وجه لأدسانية دخل على الفايت كان من شدة التوتر صار يحكي إنه قبل الفايت بليلة كان سكران وشارب طبعا اللي بشرب كحول بنفس اليوم أو قبل بيوم بتدمر جسمه وعقله يعني ما بيقدر تفايت وهذا كان سبب خسارته الغبية مع أدسانية بس ليش بدي أعطيه حسن الظن لأنه قبلها بال2019 لما لعب مع يوال روميرو كل حد صار يقول له you survive the beast يعني أنت تمكنت أنك تعيش أمام الوحش يوال روميرو وفرجانا وفرجانا مع يورايا هول ضرب قاضي بال2018 بتجولة الثانية يعني الزنمي باولو كوستا يا زنم باولو كوستا هذا فأنا بدي أعطيه حسن الظن بلاش متذكر هندريكس أبو اللحي المصارع يديه مجنوني طقعه نوكاوت كمان بال2017 اسمع الزنمي لا مو مزحة باولو كوستا بالمرة مش مزحة آه كان غلطته أنه دخل على الفايت شارب قبل بيوم ومتوتر مع أدسانية إذا دخل باولو كوستا اللي منعرفه قبل فايت آه ثاني مع مارفن فيتوري رح يعطبه عطب لمارفن فيتوري هذا أنا بحط عليها شرط رح يدمر وجهه يعني فيتوري أصلا أصلا آخر two fights له اللي طلع فائز فيهم مش من أعظم الفايتات واحدة مع هيرمانسن والتاني مع هولند والتنين خلصوا ما عنده finishes عظيمة زي باولو كوستا فأنا برجح لباولو كوستا يرجع إن شاء الله يرجع باولو كوستا اللي كان طالع بهذا الاندفاع يضقع فيتوري وبعدين إن شاء الله بنشوفه بياخد ريماتش مع أدسانيا ولكن قبل ما يصير هذا الحكي بدنا وتكر وأدسانيا لازم هديكة هديكة اللي متحمسين عليها بس آه زي ما أنت قلت مخلفات أدسانيا والمخلفات أدسانيا التنين أنا بحس عندهم نفس المخ يعني بيكون حمار وبيعصب بسرعة وأغبية يعني الجوز مارفن فيتوري يزال ما بيطلع قبل أكمن يوم بيحكي إنه أدسانيا ما تفوق عليه بكل إشي بالفايت تاعتهم وبس إنه كان عم بلعب بذكاء فهبيلي هبيلي يعني نشوف أدسانيا كبس فيتوري بكل الجدارة بس باولو كوستا خسر وكان عنده سبب مقنع يعني بيقول لك أنا دخلت على الفايت قبل بيوم سكران تياسي وهي غلطة ما حد بيعملها تياسي فات شريطة يعني بستاهل آه بستاهل طبعا بستاهل ومسطحيل يفوز بهك أجواء فهلأ هذا الإشي اللي بتوقع إنه تكون تفجير الفايت كوستا وفيتوري مية بالمية أنا صراحة كمان بتنبأ إنه أليكس كاسيريز مع تشوي سونغ وو على الفاذر ويتس هدول أنا حاسس رح يكون فايت تشنيع تبكيس ببعض سريعين الشباب التنين رح نشوف فايت حلو منهم أظن كاسيريز آخر مرة شفنا زي اللي حطينه على الفاست فورورد سريع جدا الكارد مش عظيم شاكر آه يعني بس باولو كوستا وفيتوري زي ما تحكيت حطينهم عشان يحلوا الكارد آه جراند دوسن رمولو كمان واحد عشان يمزعه ويبنوه شوي أكتر 17 بالزبط يعني فايت يعني فايت كارد تمشاية الفايت كارد اللي عن جد أظن رح يكون حاسم إلنا هذا الشهر آخر الشهر بفايت آيلند بأوضبي آه يان بلاهوفيتش مع غلوفر تيشيرا على اللقب تاع اللايت هابي ويت بيتر يان وكوري ساند هيغن وكوري ساند هيغن إسلام ماخشف ودان هوكر آه 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 فولكوف وتيبورة آه آه ينه هنعرضه حمزات تشيماييف آه 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 يا زلمي يعني هاي كارد مش معقولة لازم نحكي عنها آه زبيرا زبيرا تغوقوف رح يلعب كمان هذا على فكرة كل شلة الداغستان نازلين آه رح تشوف من الدفعة الداغستانية الشركسية الشيشانية رح تشوف تفجير شاكر آه تفجير مية بالمية كارد مش معقول بقيادة رح يكون النوارة تبعهم إسلام ماخشيف اللي أنا مش مصدق أشوفه مع دان هوكر دان هوكر رح يكون جاهز بس طبعا الجمهور الجمهور كلنا شفنا الجماهير العربية لما يكونوا فيه موجودين جماعة حبيب وهدول رح يشلوا عرضه لدان هوكر فإسلام عنده أفضلية الجمهور ودان هوكر رح يضل يأكل بولة يستوي فرح تكون انترستين وحمزات شمايف أنا نفسي أشوفه بس هاي المرة جابين له واحد لي جنجليان لي جنجليان good fighter not great آه مش زي اللي قبله لا فأنا برأيي حمزات برضو عم بابنه بابنه البراند تبعه بدهم حبيب جديد وكان هو top 5 حطوا مع مايكل كيزا بس بس أنا هيك شايف نفس البنية هذا حطوا مع نيل ماغني حطوا مع بلال محمد حطوا مع جفنيل حطوا من الناس من بين خمسة وعشرة ما تقعد ترمي عرفت علي شاكر هورهي ماسفيدال موجود بدك تطلعوا شوي بطل موجود هلا عندك هورهي مع ليون أدوارد سيزانة خلص آآ آآ بس بقول لك من عالويلتر ويت الناس اللي بحب أجرب معهم حمزات فيلسنت لوك هدون هذا حطوا معا أما لسه برمولوا ناس من من تحت عارفت ولا top 15 حتى لقى اللي جينج ليانج number 11 بس لسه اختبره لحمزات اطلع فيه شوي نشوف اذا هو فعلا قد الهايب ولا لا ابصر شو بيصير معاه هلأ فتى مدلل هو لدينا وايت بيموت عليه دينا على الاموم احنا عم نستبق حالنا شوي بنحكي عن هادي الكارد بالتفصيل اكتر الاسبوع الجاي متابعينا بنشكركم على استماعكم ما تنسونا من اللايك comment subscribe كل اشي ممكن تلقوه تحت سووه ما تنسو تسمعونا على كل منصات البودكاست هاي عمر بده يبيع معاي كله وحركة الاكسي بلاور حركة الاكسي بلاور حركة الاكسي بلاور وتابعونا على السوشيل ميديا كل محل القفص امامه وعلى يوتيوب قناة ستوديو الجمهور شكرا تصبح رخيه شكرا